نحن في هذا المقام نثبت لكل من يسمعنا ويشاهدنا أن عمر بن الخطاب منافق من صحيح البخاري لاحظوا هناك حادثة مشهورة معروفة حادثة حاطب بن أبي بلتعة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قبيل فتح مكة أرسل إلى أهل مكة أن احترسوا سراً احترسوا فإن النبي صلى الله عليه وآله قادم إليكم اعتبرت هذه خيانة وجرى ما جرى في ذلك أرسل هذا الكتاب مع امرأة وخبأته فأرسل النبي صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام في الطريق إلى هذه المرأة لكي تخرج الكتاب خوفها فأخرجت الكتاب بعد الإنكار كان ذلك بوحي من الله معجز من الله تبارك وتعالى المهم بعد هذه الحادثة استدعي حاطب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله للمساءلة والحساب الحديث في البخاري برقم أربعة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين ونحن نقططع منه محل الشاهد وهو محاسبة النبي لحاطب ماذا قال له وبماذا أجاب انتبهوا جيداً يقول الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا حاطب ما هذا هذا الكتاب اللي انت كتبت سراً للمشركين قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت مرئاً ملصقاً في قريش هي الرواية هم تشرح تقول يقول كنت حليفة أنا متحالف من قريش ولست منهم ما عندي عشيرة تحميني ولم أكن من أنفسها من أنفس قريش وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يعني أسوي جميل يذكروني به يحمون قرابتي هؤلاء اللي حولك يا رسول الله من المهاجرين من قريش من أنفسها كل واحد عند عشيرة وعند قرابة رح يحمون أهله فمن ينتقمون منهم أنا أخاف على أهل اللي خلفتهم في مكة أخاف ينتقمون منهم لأنني صرت معك والآن نحن نريد أن نفتح مكة خلص فتح نسوي فأخاف فقلت فلأكتب لهم سراً حتى شنو يقولون له يد بيضاء عندنا حذرنا كذا حتى يحمون قرابتي يعني أنا هذا فعلته وهو خطأ صحيح ولكن لم أفعله ارتداداً عن ديني هكذا يقول الحديث ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام أنا مو منافق أنا فعلت هكذا لهذا التصور الآن انتبهوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما إنه قد صدقكم الرواية بحسب ما لدى أهل الخلاف أن النبي صدقه أثبت أنه صادق أي نفى عنه تهمة الارتداد نفى عنه تهمة النفاق وصدق كلامه الذي يقول فيه أني لم أفعل ذلك ارتداداً عن ديني هذا بحسب ما يروي أهل الخلاف ونحن نلزمهم نحن الآن في مقام الإلزام للالتزام قال النبي صلى الله عليه وآله أما إنه قد صدقكم إذا أنت المؤمن في هذا الموقف وهكذا تسمع رسول الله تصدقه أم ترد عليه تصدقه الإسلام هو التصديق والتسليم النبي قال أما إنه صدقكم إذا حاطب صادق في كلمته ليس منافقاً فإذا طلع واحد وقال لا هذا منافق ماذا يكون يكون مصدقاً لرسول الله أم مكذباً له مكذباً له طلع لك هذا الواحد من هذا تعرفوا بعد الحديث هكذا يقول فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق واعجباً رسول الله يقول الآن تسمع أنت مو تقول مثلاً أكو هناك وصائط فاشتبه عليك الأمر لا توجد عنعنة عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله أما إنه قد صدقكم فأنت تجي تناقش بلعبة الأسناد المعروفة تجي تجرح هذا الراوي تقول هذا الراوي ضعيف هذا الراوي ما أدري مخلط هذا الراوي ما أدري كذا هذا الراوي كذا حتى يكون لك باب أو إمكان أو مخرج لأن ترد الرواية لا أنت حاضر في نفس المجلس أنت تسمع رسول الله مباشرةً أنت تنظر إليهم مباشرةً تتلقى الحكم منه مباشرةً وقد حكم حكم أن حاطب أن حاطباً صادق فيما يقول فليس منافقاً فكيف ترد ذلك؟ الرسول يقول أما إنه قد صدقكم وأنت تقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إذن أنت المنافق الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وآله وينقض كلامه مباشرةً في وجهه فهذا لا يكون إلا منافقاً